اشتركوا في القناة الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين وخلال اللقاء تم الترحيب بزيارته معالي وزير العدل السعودي والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار السعي المشترك والمستمر لتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وتبادل الخبرات في مجال التطورات التشريعية المرتبطة بالتقاضي والخدمات العدلية وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات التطويرية التي شهدتها منظومة العدالة في مملكة البحرين وأبرزها تطبيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بما يراعي أولوية مصالح الطفل الفضلة في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به وتجربة العقوبات والتدابير البديلة الهدفة إلى تعزيز فرص التأهيد للمحكومين وإعادة دمجهم اجتماعيا واعتماد الوساطة الجنائية على أساس مبدأ التراضي وتطبيق نظام إدارة الدعوة الذي يعنى بتحضير الدعوة وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مواعيد محددة وكذلك أبرز ملامح نظام التنفيذ المدني والتجاري الجديد كما تم الإطلاع على المبادرات الاستراتيجية بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021-2025 والتي تضمنت سبعة محاور تهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة بمفهوم أشمل وأوسع بما يترجم ما تضمنته الرؤية الاقتصادية لمبلكة البحرين 2030 وكذلك استعراض تطبيقات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة والتي تم عبرها أتمتت الإجراءات أمام المحاكم لتكون بذلك منظومة متكاملة متاحة إلكترونيا بشكل كامل بعدها قام وزير العدل السعودي بجولة ميدانية إلى محاكم العدالة الإصلاحية اطلع خلالها على سير عملها وإجراءاتها ودور الخبراء المختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة